مع العدل وتحاول أن تعدل إن شاء الله يكون أنك تكون أقرب للتقوى ما سماها بعبادة الفرج أو ما يعرف عند عوام السنة بليلة الطفية نعم صحيح أنا هذا أريد أسمع خلينا نكون منصفين وعادلين إحنا الأصل أننا لا ننطلق ولا نذكر عقيدة لفرقة أو لديانة إلا وهي موجودة في كتب القوم نعم أنا شخصيا بنفسي ذهبت طبعا ما دخلت سلمية قريب من سلمية لأنني لا أستطيع أن أدخل سلمية نعم وبحثت وأخذت وعود كثيرة أنهم هم يعبدون الفرج ويقولون كذا في وضع معين في الصلاة ويقولون منها خرجنا وإليه كلام يعني في فرج كلام ما أستطيع أن أقوله الآن لكن أنا من قرابة ثمانية سنين وأنا أريد وأنا أريد ألبينا على هذا الأمر والذي ترجح عندي الذي ترجح عندي أن أهل سلمية لا يعبدون الفرج لا يعبدون بل لي زملاء كانوا إسماعيلية أغخانية وتحولوا وأعرفهم قالوا والله يا شخدي ما هي عندنا غير موجودة فهذا لا يوجد لا يوجد عندهم عبادة لا يوجد عندهم لكن هل يوجد ما يسمى بعبادة الفرج نقول نعم يوجد في الهند وهم على أنواع وهم طائفة مندرجة تحت الهندوس وهم يقسمون أنا يعني رأيت بنفسي وذهب بنفسي معابد خاصة في هذا الموضوع يعني تكيف لكن في سلمية لا يوجد ليلة الطفية لا توجد عند عوام أهل السنة يقول لك والله أنا ذهبت ودخلنا خيمة ودخلنا بيت وطفت النور عوام أهل السنة يطلقونها على الاثنى عشرية وهذا لا يوجد عند الاثنى عشرية هذا لا يجوز هذا من الظلم حسنت وأنا أرى المتعة أشد من ليلة الطفية هذه المتعة المرأة التي تتمتع ويأتي في دينهم أنه يجوز أن يتمتع بالشيعية ولو على عرد واحد ما معنى عرد؟ يعني جماعي مرة واحدة جماعة واحد ثم بعد ذلك كما يذكر ظلنا الطوسي يعني من متأكد من الطوسي أو غيره يقول فإذا قام من عندها لابد أن يشيح بوجهه شوف التقوى والعفاف يعني خلاص لو على عرد واحد تدير وجهك فإنها لا تحل لك أنا أرى المتعة أشد من ليلة الطفية طب ممكن أقل